متوسط الأكنان الأهلية البنية صف الثاني متوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا التربية الإسلامية الدرس الثاني من الوحدة الرابعة معجزة سيدنا عيسى عليه السلام هو نبي من الأنبياء الله أرسله الله سبحانه وتعالى ليؤمنوا إلى قومي ليؤمنوا بالله ويسيروا على نهجه وشرحه وهو كان قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف أبدأ بقراءة الآل الكريمة قال تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهج وكهلة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تغلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحران مبيل هذه الآية تجمع معجزات النبي عيسى عليه السلام وإن الله سبحانه وتعالى رسله إلى بني إسرائيل بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى إلى كل نبي أنزله وأنزله عليهم وأنه يقول أما سحر مبين أو كاذب أو وصفه الأنبياء كذلك بالشعراء المعجزة الأولى اللي يتكلم عنها كانت أولى معجزات عيسى عليه السلام أنه ولد من غير أب فأمه مريم العذراء التي لم يمسها بشر ولم تكن متزوجة وليس هذا بأمر عجيب على الله فقد ولد آدم عليه السلام من غير أب من غير أم وأب خلقه من تراب فالله تعالى قادر على كل شيء المعجزة الأولى للنبي عيسى أنه خلق بدون أب والأكثر من ذلك أن أمه لم تكن متزوجة لذلك سميت مريم العذراء أن الله سبحانه وتعالى أختارها من بين النساء لتكون أم لنبي الأمة سيدنا عيسى عليه السلام وهذا ليس بأمر غريب لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم قبله من غير أم وأب بل خلقه من تراب فأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء المعجزة الثانية هي تكلم عيسى عليه السلام في المهد أي تكلمه هو طفل رضيع فعندما عادت السيدة مريم إلى أهلها وهي تحمل طفلا رضيعا ظن الناس بها ظن السوء واتهموها اتهاما باطلا إلا أنها تعلم براءتها فأشارت إلى الطفل الرضيع فقالوا لها أتسخرين منا كيف نكلم من كان رضيعا حينها نطق عيسى عليه السلام بأمر الله ليقول لهم قل إني عبد الله أغتاني الكتابة وجعلني نبيا وبذلك أثبت عبوديته لله تعالى ونبوته المعجزة الثانية أنه النبي عيسى تكلم في المهد أي تكلم وهو رضيع عندما ولدته مريم العذراء مره الله سبحانه وتعالى بأن تذهب وهي تحمله إلى قومها وتسكت نهائيا أي لا تنطق ولا كلمة كان قومها هم اليهود فعندما جاءت به وهي تحمله قالوا اتهموها اتهاما باطلا أن هذا الطفل من أين جاءت به وهي طائرة وأنها كانت تتعبد في المحراب أي كانت من العابدات الزاهدات فسكتت وأشارت إلى الطفل الرضيع يعني تفاجأ قومها أنه شون احنا نكلم طفل رضيع لم يتكلم ولا ينطف وهي تعلم في قلبها براءتها يعني أنه هي تعرف بريئة وأنه هذا شيء وهبها الله سبحانه وتعالى لها بأن يكون ابنها من غير أب ومن غير زواج ولم يمسها بشر ويكون نبي لقوم فذلك نطق النبي عيسى عليه السلام فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بهذه الآية أثبت عبوديته لله تعالى ونبوتي وكذلك براءت أمه المعجزة الثالثة قد اشتهر بنو إسرائيل بكفرهم بالأنبياء وعدم تصديقهم لذلك أيد الله عيسى عليه السلام بمعجزات عديدة فكان عليه السلام يعمل من الطين أشكالا فينفخ فيها فتصبح طيورا حقيقية تطير بإذن الله المعجزة الثالثة اللي الله سبحانه وتعالى وهبها للنبي عيسى عليه السلام هي يعمل من الطين شكل ثم ينفخ فيه روحا فيصبح شيء كأنما في الحقيقة طير يطير بإذن الله لماذا أرسل إليه الله سبحانه وتعالى هذه المعجزات لسيدنا عيسى أرسل إلى بنو إسرائيل بنو إسرائيل قوم لم يصدقوا بأي نبي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم لذلك أجعل لكل نبي أنزله عليهم عدد من الآيات لكي تثبت حقيقة الدين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهم لكي يسيروا على الطريق الصحيح والنهج الصحيح المعجزة الرابعة اشتهر قوم إسى عليه السلام بعلوم الطب فكانوا يعالجون جميع الأمراض إلا البرس والعمى فأراد الله تعالى أن يؤيد نبيه بمعجزة عجز عنها فجعل الله عيسى عليه السلام يشفي الأبرس بمجرد أن يمر عيسى عليه السلام يده عليه والبرس بياض يصيب الجسم وكذلك جعله يشفي الأكمة والأكمة هو الذي ولد أعمى فكانت معجزة عظيمة ليثبت لقومه أنه رسول الله بدليل تفوقه عليهم في مجال الطب الذي برعوا فيه ذلك يؤيد حقيقة زمنية أن بني إسرائيل كانوا مشتهرين بعلوم الطب منذ ذلك الزمن كانوا يعالجون جميع الأمراض إلا البرس والعمى ما هو البرس؟ هو بياض يصيب الجسم أي البقع البيضاء التي تصيب الجلد وكذلك الأكمة الذي ولد وهو أعمى فكانت المعجزة العظيمة يثبت أن النبي عيسى كان يمرر يده على الأعمى أو على الأبرس فيشفى تماماً دلالة على أنه دا يثبت القومة أنه نبي وأنه متفوق في مجال الطب الذي برعوا فيه المعجزة الخامسة استمر بأنه إسرائيل بتشكيكهم بنبيهم فطلبوا إليه أن يحيي الموتى فأحيي الموتى بإذن الله طلبوا منه أنه ميت الله سبحانه وتعالى يأخذ روحه فيحيي النبي عيسى لروح فيه فأحيي الموتى بإذن الله المعجزة السادسة وهي الأخيرة أمر عيسى عليه السلام الحواريون بصيام ثلاثين يوماً وبعد أن انتهوا من صومهم طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل عليه مائدة من السماء تطعمهم جميعاً وتكون عيداً لهم فدعى عيسى عليه السلام الله تعالى واستجاب له وأنزل لهم مائدة فيها ما لذ وطاب من الطعام فأكلت جميع منها فكانت معجزة رائعة أخرى تث في الصدق نبوة عيسى عليه السلام كما كان يخبرهم بطعامهم وما يداخرونهم من طعام وحبو في بيوتهم النبي عيسى عليه السلام أمر الحواريون الحواريون هم الذين آمنوا بالنبي عيسى أو أنهم صدقوا بنبوة لكن بعدهم في تشكيك من الأمم طلب منهم صيام ثلاثين يوماً عندما آمنوا به فبعد أن انتهوا من الصيام طلبوا من النبي عيسى أن ينزل عليه مائدة من السماء تطعمهم جميعاً تكون عيداً لهم فدعا عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى فأنزل لهم مائدة ما لذة وطاب من الطعام وهذا دليل آخر لتثبيت نبوة النبي عيسى كما كان يخبرهم بطعامهم وما يداخرونهم من الطعام وحبو في بيوتهم أي ما كان في بيوتهم من طعام كان يقول لهم أن في بيتك كذا وكذا من الطعام أتممنا الموضوع الآن سوف نحل مناقشة إن شاء الله سؤال الأول مثل عيسى عليه السلام كمثل آدم بيّن ذلك بيّننا هنا أن النبي بالمعجزة الأولى أن النبي عيسى ولد بدون أب مثلما النبي آدم ولد بدون أب وأم وخلق من تراب الله قادر على كل شيء هذا السؤال الأول سؤال الثاني أثبت عيسى عليه السلام أمرا في أولى كلماتي وهو رضيع فما الذي قاله وأثبته قال سؤال الثاني ماذا أثبته وماذا قال 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 إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا ذلك أثبت عبوديتي لله تعالى ونبوتي ثالثا عدد أربع معجزات لنبي الله عيسى عليه السلام هنا ستة يمكنون تختارون أربع منها تختارون أربع منها وتحفظوها ما معنى الأبرص وما معنى الأكمة وهذه اللي عيسى عليه السلام معجزة معهما في زمنه الأبرص قلنا أنه بياض يصيب الجسم والأكمة هو الذي ولد أعمى وكذلك معجزة معها في زمن النعم أنه أثبت لهم نبوتهم بشفاء الأبرص والأكمة بأنه يمرر يده عليهم حتى يشفى تماما هذا موضوعنا إن شاء الله لمعجزات سيدنا عيسى عليه السلام نلتقي بدرس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته